السلام عليكم اليوم راح نكمل الجزء الثالث الرابع والخامس اتوقع لا هذا الثالث الرابع هذا الخامس والسادس الجزئين الأخيرة لموضوع سوق المدينة لقراءة الصف الثاني الابتدائي راح أقرأ أمي تطبخ طعامنا في المطبخ وأختي تساعد أمي تضع الغطاء على مائدة الطعام تضع الغطاء على مائدة الطعام أمي تطبخ طعامنا في المطبخ وإما ما تطبخ طعامنا تطبخ بالمطبخ وأختي تساعد أمي تضع الغطاء على مائدة الطعام أمي أختي تساعد تطبخ تضع هاي كلها أفعال مضارع على حرف جر مائدة الطعام أكمل جزء آخر أنا أرتب أم والصحونة أنا أرتب الصحونة على المائدة كلنا كلنا نجلس حول المائدة لنأكل الطعام أبي يشكر أمي ونحن نشكر أمي وأبي كلنا نشكر الله تعالى راح عيدة جزء آخر أمي تطبخ طعامنا في المطبخ وأختي تساعد أمي تضع الغطاء على مائدة الطعام أنا أرتب الصحونة على المائدة كلنا نجلس حول المائدة لنأكل الطعام أبي يشكر أمي ونحن نشكر أمي وأبي كلنا نشكر الله تعالى طبعا هذا الموضوع إحنا طبعا نجي من بداية أفران وان ماما تطبخ الطعام طبعا تطبخه بالمطبخ نساعد أمنا دائما نساعد أختنا أو إحنا نساعد ماما بس شيء بسيط ممكن تخلي الغطاء على الميز ممكن ترتب الصروح ممكن أن تخلي أي شيء فهي مساعدة الأم لازم نساعد ماما يقول نجلس أبي يشكر أمي وأمي ونحن نشكر أمي وأبي كلنا نشكر الله تعالى إحنا دائما نشكر الله تعالى في السر والضر على ما أتانا ونقول اللهم أكل حمد والشكر نشكر الله سبحانه وتعالى نحن أخذ الكلمات الجديدة اللي هي تطبخ طعامنا المطبخ تضع الغطاء مائدة ورتب الصحون كلنا نجلس حول يشكر حول كتب مكتوبة مارتين حول المائدة عندي هنا مائدة المائدة إضافة لها اللي تعرف صارت مائدة المائدة نا يشكر نشكر هنا فعل مضارع يشكر هو نشكر كلنا نشكر رح أعيد هالكلمات اللي رح نكتبها دفاتر نتنزيل كل كلمة الأثمرات هاي كلمات جديدة تطبخوا طعامنا المطبخي تضعوا الغطاء مائدة ورتبوا الصحون كلنا كو كلنا نجلس حول يشكر ونشكر المائدة كل كلمة كتبت دف مرات مع قراءة الموضوع وكتابته بالدفاتر اللي هي صفحة 106 وصفحة 107 والسلام عليكم ورحمة الله